في حضر موت فقالتقى وكيل اول حضر موت شيخ عمر بن حبريش العلي في البوكلة اعضاء اللجنة التحضيرية للاحتفال باليوم العربي للمعاقين الذي يصادف الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري وخلال اللقاء طلع شيخ عمر بن حبريش من رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين محمد طائع ورئيس جمعية المكفوفين عوض سالم النقيس ورئيس جمعية تأهيل المعاقات حركيا انتصار باشعبان طلع على برنامج الاحتفال باليوم العربي لذوي الاحتياجات الخاصة وما يتضمنه من انشطة تعريفية بهذه الشريحة من المجتمع على مستوى الساحل ووادي حضر موت واشهد وكيل اول حضر موت بجهود وانشطة جمعيات ذوي الاحتياجات وما تقدمهم من دور في خدمة اعضائها وتسهيل كافة الخدمات لهم مواكدا دعم واستعداد السلطة المحلية بالمحافظة بالاهتمام بهذه الشريحة وتقديم الرعاية والمساندة لجمعياتهم ما يعزز انشطتها